أزمة ذخيرة تهدد صمود القوات الأوكرانية في معركة دونباس تقول العرب اللندنية بات حجم ذخيرة أوكرانيا قضية حاسمة في معركة دونباس شرق البلاد وذلك في وقت تكفف فيه روسيا من هجماتها بهدف السيطرة على إقليميلوغانسك ودونيكسك بعد أن سيطرت على كامل مدينة سيفيرو دونيكس المحورية هناك وتعلق موسكو أهمية كبرى على هذه المدينة إذ أن السيطرة عليها ستكون حاسمة من أجل إحكام قبضتها على كامل منطقة دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لها على قسم منها منذ عام 2014 وفي معركة دونباس التي أصبحت إلى حد كبير مبارزة مدفعية بين القوات الروسية والأوكرانية كانت كييف تعتمد بشدة حتى وقت قريب على ذخيرة الحقبة السوفيتية للمدفعية التي تشكل جزءا كبيرا من ترسانتها وبعد أن نفذت الذخيرة بشكل يائس الآن تناشد أوكرانيا حلفائها لاستبدال مدفعيتها بأنظمة تستخدم مثل ذخيرة حلف شامر الأطلس النيتو التي تصل ببطء مقارنة باحتياجات أوكرانيا اشتركوا في القناة